السلام عليكم وأهلا بكم معكم محمد لطفي ودرس جديد من دروس الالستريتور وهنتعلم ازاي تكتب سريدي بطريقة سهلة وبسيطة أول حاجة هنبدأ بها هي إنشاء مستند جديد بمساحة 1920x1080 وهروح أضغط على أداة الكتابة أو الـ Type Tool وهضغط في الأرتبورد كليك شمال وأقدر أكتب أي كلمة أنا عاوز وشرحنا النهاردة هنطبقه على حرف سلاسي الأبعاد وتقدر تغير الكتابة في أي وقت وتكتب أي كلام مختلف أنا هنا هكتب حرف X وهزود حجم الخط لـ 400 وهغير الخط وأنا هنا هختار خط بروكسيما نوفا وبعد كده هختار اللون من السواتشزبانال وهختار اللون الأزرق وهضغط double click على اللون هيفتح لي البوكس أو النفيذة دي وهتأكد إنه نفعل الـ Global عشان لو حبيه تغير اللون في أي وقت وبعد كده هضغط OK ودلوقتي هنبدأ في تطبيق التأثير سلاسي الأبعاد أول حاجة حدد الشكل وهختار قيمة Effect ومنها هختار 3D وهختار Extrude and Bevel وهيفتح لي النفيذة 3D أول حاجة هعملها هفعل الـ Preview وهلاقي عندي مجموعة متنوعة من الخيارات وسهل التعديل عليه وأقدر أغير منها أي إعدادات لغاية ما وصل للشكل المناسب أنا في الأول هخلي الإعدادات كلها 0 وتقدر بعد كده تشوف كل مؤشر بيعدل إزاي في النص بطريقة سهلة جدا وأقدر أغير عن طريق المؤشر أو إن نكتب القيمة مباشرة أنا هنا محتاج Shadow-30 وهيظهر معايا بالشكل ده وعندي هنا الـ Bevel وده بيظهر لي حواف الشكل دائري وهخلي الـ Rowend خارجي بالشكل ده وبعد كده هزود الـ Blend Tip إلى 100% وهضغط OK ولو حبيت أغير في أي إعدادات هروح لـ Panel Appearance وهضغط على 3D يفتح للـ Panel وأقدر أغير منها أو أزود النسبة وبعدها بضغط OK وده الشكل الـ 3D اللي وصلنا له بعد التعديلات وبعد كده هروح عشان أعمل الـ Background أول حاجة هروح هختار أداة الـ Rectangle وهضغط في الـ Artboard وأسحب بالشكل ده وبعد كده هروح لـ Object وهختار Arrange ومنها هختار Send to Back وهروح تاني لـ Object وهختار Look and Selection وهنا أنا عملت إفل الخلفية بحيث تكون ثابتة معي وهحدد الشكل وهعمل له محازاة مع الـ Artboard وبعد كده هعمل له Shadow بسيط وهعمل كده من الـ Elvis Tool وهسحب الشكل ده وهحدد الـ Shadow ومن قايمة Object هختار Arrange ومنها هختار Send بأكورت أنا عاوز الظل بتاعي يظهر بشكل مناسب مع الشكل هخلي الظل بتاعي Gradient أو تدرج لوني بمجرد مضغط داخل بنا للـ Gradient هلاقي يتفعل معي على طول أنا هعمل Gradient اسود في المنتصف والحواف هتكون باللون الأبيض وهغير المود وهخلي المود Multiply و الأوباثة T أربعية ويظهر معي الشكل النهائي وأقدر أغير اللون بطريقة سهلة من الـ Swatch وهختار اللون من الـ Global عادي وأغير لأي لون أنا عاوز وبكده يكون درسنا البسيط انتهى وانتظرونا في الدرس القادم إن شاء الله نظري قبل